شوف انا مثل ما قلت لك الدور وصل للحركة الملكية الدستورية حسب وثائق امريكية موقع عليها في واشنطن الفين واثنين يعني الدور القادم للحركة الملكية ولكن عادي ذا انتصر شوف اكو ثلاث مشاريع المشروع الاول وهو هناك شغل مرتب وورا دول وحتى نص من الحكومة تشتغلها وهو اعادة العراق الى حكم رئاسي ربما هنا يكون الشريف علي هو الرئيس ويأخذ دوره المنصوص في اتفاقية واشنطن هذا واحد اما اذا كان على تسلسل رئاسات الحكومة حسب التشكيلات التي رسمت الفين واثنين فالدور وصل للحركة الملكية الدستورية اما يجون التيار الصدري ياخذون دور الحركة الملكية الدستورية فهنا سيقول الامريكان لهم ربما لا تتمكنوا او سيقول لهم روحوا تفاهموا مع الشريف علي هذا هو الذي انا قصدته ولكن التناغم الجيد جدا بين سماحة السيد والاخ الكاظمي هو تناغم ممتاز وجيد ولحد الآن لم يشرخ الكاظمي هذا الاتفاق النفسي على اقل تقدير بينه وبين مقتدى الصدر باير